بسم الله الرحمن الرحيم سبعة وسبعين المعنون بي توظيف مناسب لأنواع الدارات الكهربائية إذن أعطي لنا هذا النشاط يقول سيارة كهربائية كيف أركب الدارة الكهربائية التي تغذي سيارة كهربائية أبحث كيف نشكل دارة كهربائية لتغذية سيارة كهربائية بحيث تكون العناصر المكونة للدارة هي محرك كهربائي ضوءان أماميان وضوءان خلفيان وعلينا أن نحترم دفتر الشروط التالي يمكن للمحرك أن يشتغل حتى وإن كانت الأضواء منطفئة اثنين إذا محترق أحد المصابيح كل المصابيح الأخرى تبقى مشتعلة أو مشتغلة الشرط الثالث الأضواء الأمامي والأضواء الخلفية تشتغل دوما معا بصفة آنية والتجهيز المتوفر لدينا كما هو مبين في هذه الوثيقة مولد كهربائي أي بطارية ذات أعمدة أو بطارية مسطحة أربع مصابيح تمثل أضواء السيارة قاطعتان ومحرك وأسلاك توصيل إذن يقول انطلاقا من التجهيز المتوفر اقترح دارة كهربائية للسيارة حيث تحترم فيه دفتر الشروط ثم ناقش اقتراحاتك مع زملائك باستعمال المخططات الكهربائية أنجز مع زملائك التركيب الكهربائي اعتمادا على المخطط الكهربائي المصادق عليه وشغله بعد موافقة أستاذك لتتأكد من الاختراح الصحيح ثم شرح الفرق بين الدارة على التسلسل والدارة على التفرع عفوا إذن نمر إلى إنجاز المخطط دارة التركيب إذن فلكي تكون الشروط التي ذكرت محترمة يجب أن نحقق تركيب المبين في المخطط التالي إذا لاحظ بأننا استعملنا المصابيح على التفرع ونتحكم فيها بقاطعة لنحقق الشرطين الثاني والثالث يعني هنا المصابيح تشتغل معا بصفة آنية بصفة آنية أي باستعمال قاطعة واحدة تتحكم في المصابيح الأربعة إذا أتلف أحد المصابيح هنا إذا احترق مصباح من المصابيح لا يؤثر على البقية تشتغل المصابيح الأربعة معا في هذه الحالة عندما نغلق القاطعة الثانية يشتغل المحرك إذن فدارة المحرك مستقلة عن دارة المصابيح الأربعة هذا بالنسبة للمخطط اقترحنا هذا العمل على براعمنا لإنجازه كوظيفة لا صفية أو كوظيفة منزلية فكان عملهم كالآتي إذن فلدينا مجموعة من الطلبة البراعم وهم مشكورين على هذا الجهد وعلى هذا الإبداع إذن أنجزوا لنا هذا التركيب الذي تلاحظون سنترككم مع عملهم ثم نعلق بعد ذلك على ما تبقى من الأسئلة إذن كما تلاحظون احترموا الشروط التي وردت شروط ثلاثة أربع مصابيح مربوطة على التفرع ومتحكم فيها بقاطعة واحدة ومحرك متحكم فيه بقاطعة مستقلة عن المصابيح والكل مشترك في مولد واحد أو بطارية ذات عمودة فضيف تتشفر مثل 안녕하세요 كل مصابق سعنا بشتاة آني وسما ترك شخص تفاصيل إلى الزمين المحادي إذن هنا الأولاد يشرحون مخطط دار الكهربائي ويتتبعون أصار تيار الكهربائي في كل فرع أصار تيار الكهربائي في كل فرع أيضا يعجب أن ترك شخص تفاصيل في كل فرع اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا هكذا كما لاحظتم بان الاولاد يعني ابدعوا فلهم جزيل الشكر على اهتمامهم وعلى ما انجزوه وهذه البداية كما تلاحظون سنرى باذن الله في حلقات اخرى مشاريع وانجازات افضل ونتجاوز هذه الهفوات وهذه الارتباكات التي نلاحظها عليهم وهذا شيء منطقي وطبيعي فقط منبه الى انه بداعي الارتباك ربما فقط التلميذ حينما كان يشرح اتجاه تيار كهربائي قال يخرج من القطب السالب الى القطب الموجب في الدار الكهربائي وهو فقط لم ينتابه لهذا بكل تأكيد اه فالتيار كهربائي كما ذكرنا يخرج من القطب الموجب ليعود الى القطب السالب اذا فابناء تحية لكم على هذا العمل الرائع نواصل قال في سؤال ما الفرق قال في سؤال قلنا ما الفرق بين نعود الى السؤال ثم اشرح الفرق بين الدارة على التسلسل والدارة على التفرع اذا كما رأينا في تركيباتنا وفي تجاربنا ان في الدارة على التسلسل من اهم الفروق كما شرح التلاميذ في تركيبهم وفي مشروعهم ان اهم الفروق اذا اتلف احد العناصر فالتركيب على التسلسل اذا اتلف احد العناصر او نزع فتنقطع الدارة او تفتح الدارة الكهربائية ولا تشتغل هذا اهم عامل ومؤثر في الدارة في حين ان في التفرع لكل عنصر ولكل مصباح دارته الخاصة اذا اتلف لا يؤثر على الباقية الامر الثاني والذي لا يقل اهمية عن الاول هو انه في الربط على التسلسل تضعف شدة التيار كلما اضفنا عنصرا في الدارة بشكل متسلسل كلما ضاعفت الاضاءة بمعنى ضاعفت تيار كهربائي وبالتالي يكون الاداء اقل في التفرع يحدث العكس كلما اضفنا عنصرا كلما زادت تيار يعني انفسنا سؤال لماذا نستعمل في الغرفة مصباحين بدل مصباح واحد ولماذا نستعمل اربعة بدل مصباحين لا شك اننا نريد مضاعفة الاضاءة ومضاعفة الاضاءة تعني مضاعفة التيار الكهربائي في الاخير اسأل الله العلي القادر ان نكون قد وفقنا كما نأمل ان تكونوا قد استفدتم مما قدمناه لكم وبراعم مشكورين على ما قدموه في هذا العمل ونرجو وننتظر منكم البقية في حلقات قادمة باذن الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته شكرا شكرا